ولمناقشة ظاهرة هجرة العراقيين غير الشرعية وأسباب ذلك بعد التفاقم أوضاعهم وتزايد عدد الوفيات على الحدود الليتوانية ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي العراقي الأستاذ مظفر الخميسي مرحبا بك معنا سيد مظفر مرحبا عيوني مساء الخير أهلا بكم أسبوع في الحقيقة هذا ما تم الإعلان عنه حتى الآن أسبوع من المعاناة لهؤلاء المهاجرين وهناك وفاة وإصابة أخرى وربما الأمر أقدم من ذلك ربما القضية بدأت قبل أسابيع ولكن عندما وصل إليها الإعلام متأخرا بدأنا نسمع بهذه المأساة التي تطال عشرات أو مئات اللاجئين العراقيين العالقين هناك لماذا يلجأ الشباب والعوائل العراقية إلى هذا النوع من الهجرة الألقازية؟ نعم هذه المأساة سببها أعتقد أني سببين رئيسيات السبب الأول الفوضى والموت الذي انتشر بالعراق ومضايقة الناس مضايقة العوائل مضايقة ثوار تشرين وقتلهم بيوتهم أمام عوائلهم التغييب القسري الذي موجود على الناس يدعوهم إلى الهرب من هذه الفوضى التي تحميها الحكومة بضعوفها وهوانها وتغاضيها عن قتل يقومون بميليشيات والسبب الثاني هو شضف العيش وانعدام الفرص لعدم تكافؤ الفرص للشباب يفقدون الفرصة الخريج وصاحب المهارة وصاحب الشطارة كلهم ما يقدرون يقاومون مع الفوضى اللي موجودة الآن فرص الربح وفرص الأموال وفرص العيش الكريم هو الناس اللي يتملقون للدولة ويشتغلون عند الميليشيات بذلك نعم يعني على الرغم من مخاطر وهذا أمر لافت في الحقيقة مخاطر رحلة اللجوء إلا أن العراقيين يذهبون إلى تلك الرحلة الصعبة بإرادة قوية وكأنهم لا يستطيعون أو لم تعد لديهم القدرة على تحمل العيش في العراق مع الأسف نعم نعم لأنهم بكل الحالتين بكل الحالتين يتعرضون إلى الموت بكل الحالتين يتعرضون إلى الإهانة إلى إلى انعدام فرص الإنسان بالعيش إلى انعدام البيئة المناسبة للعيش البشر لذلك هم يفضلون أنه يهربون عسى ولعلهم يحصلون على فرصة للنجاة بأنفسهم والنجاة لعوائلهم نعم طيب الحكومة بعد أن كشفت وكالات الأنباء عن هذه الأزمة بدأت بالتحرك ولجأت إلى يعني خلينا نقول حل لا أعرف كم هو إبداعي وعبقري وهي إعادة هؤلاء اللاجئين إلى العراق مرة أخرى ماذا يعني ذلك باعتقادكم هذا باعتقاد يعني أن الحكومة تضيف فشل إلى سلسلة سلسلة فشلها بمعالجة الأمور وكأنما مثل اللي يهرب من مرض خطير بابتلاء حبة بارسيتول مهدئة هم يعني هم يفشلون بكل شيء وللأسف للأسف الغرب وأوروبا وأمريكا يتواطئون مع هذه الحكومة الفاشلة في تغطية جرائمه وفشلها في حماية ناسها نعم بحسب الاتحاد الأوروبي كان هناك 3700 محاولة دخول غير قانونية إلى لتوانيا خلال هذا العام حتى الآن في عام 2021 ثلثا هؤلاء كانوا من العراقيين هذه نسبة كبيرة في الحقيقة سيد مظفر وهذه النسبة لطريق واحدة أو دولة واحدة للهجرة وليست إلى دول الأخرى في ظل حديث عن رفاه وعن كثير من الوعود التي يسمعها العراقيون في بزارات الانتخابات القريبة نعم لأن العراقيين يعرفون هذه الأكاذيب صاروا لهم 18 سنة شبعوا من هذه الأكاذيب والوعود البراقة كل هذه المبالغات التي موجودة صدقني هذا الرقم يكاد يكون قليل بالنسبة إلى أعداد العراقيين التي تريد تهاجر من تركيا وتريد تهاجر من دبي ومن شمال أفريقيا والذي ينوني الدخول إلى أوروبا الشرقية وهذا كل تلاشى يقارن بكافة الشعب العراقي العراقيين اليوم بقضهم وقضيضهم بما فيهم السياسيين بما فيهم عملاء المنطقة الخضراء كلهم لو سنحت لهم الفرصة يريدون يغربون من العراق ومن المزر اللي بالعراق طبعا المسؤولون الكبار لديهم جوازات سفر لدول أخرى وليسوا في حاجة إلى اللجوء للهجرة طبعا طبعا صحيح لكنني جبتها كمثل أنه العراقيين كلهم طبعا صحيح مقتل بعض أو وفاة بعض العراقيين من المهاجرين وتعلضهم إلى هذه المخاطر ألا يشكل قضية أو مسؤولية جنائية وأخلاقية تتحملها الحكومات والمسؤولون في العراق هذه مسؤولية مسؤولية وهذه جريمة هم يتحملون مسؤوليتها هم نفسهم اللي الآن بالسلطة كانوا يتباكون على العراقيين أيام الحصار الاقتصاد اللي هم كانوا يرقصون طربا لما يتشدد ويتجدد على العراق كانوا يتباكون على العراقيين اللي يغرقون بال المسافرين للإستراليا أو يضيعون على الحدود وبالغابات كانوا يتباكون بدموع التماسيح الآن يغضون الطرف يحاولون يحاولون تميع القضية بمساعدة الغرب اللي يحاول تلميع وجههم وعلى الأسف مع الدول العربية بعض الدول العربية لتحاول تلميع وجههم إقامة مؤتمرات وإقامة دعايات لهم مجرمين هم بالدرجة الأولى متواطئين بهذه الجريمة نعم أشكرك جزيلا الصحفي العراقي مظفر الخميسي من أمستردام